الصين لها استثمارات كبيرة جدا في القرى الإفريقية المستثمر الأكبر في إفريقيا ومصر من الدول التي أعادت مرة أخرى الرباط الأفريقي إلى اتجاهه الصحيح بعد سنوات طويلة من الانقطاع عن الدائرة الأفريقية لعدة عوامل متدخلة في هذا الإطار الانفتاح المصري على القرى الإفريقية تم بناء على أسس مصر والصين متوفقين عليها تحقيق المجسب للجميع يعني حتى احنا شايفين مؤتمر الفكاكة اللي هو متعلق بالعلاقات الصينية الإفريقية دوراته فيما قبل تفعيله وقت رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي وقبل توجه مصر إلى دعم هذا المنتدى الاقتصادي الإفريقي الصيني فكاكة بهديع على هذا النحو وده بيحمل دلالات مهمة جدا على كيف تستطيع مصر أن تكون فاعل ولاعب مؤثر في هذا الاتجاه لتقريب العلاقات بين دولة الصين وبين القرى الإفريقية مع وجود هذا الكمل هائل من الاستثمارات إنما وجود مصر كشريك استراتيجي مهم وحيوي في هذا الإطار يقف سنة كبير للقرى الإفريقية من جهة لأنها مصر تتبنى القضايا القرى الإفريقية بالطبع ومن جهة أخرى يسهل من عملية التواصل الصيني الإفريقي كل دي ملفات إدرة اللقاءات أو القمم الثمانية التي جمعت فخمة الرئيس عفتاح السيسي ورئيس الصيني تشي جينبينج إن هي تذهب بعيدا لتدعمها إنما هذه الزيارة تحمل دلالات مهمة لأن توقيت الزيارة يأتي في ظل تزايد العداءات والتهديدات من قبل القوى الغربية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية للدولة الصينية بالنظر إلى أنت بتتكلم عن السياسة مش بعيدة عن الاقتصاد بتتكلم عن تخوف من هذا الوحش الصيني القادم اللي كي يكون هو قائد العالم الاقتصادية بتتكلم من جهة أخرى أن في نفس التوقيت الصين بتستضيف هذه الدورة لعب الأوليمبية الشتوية أنت عندك وجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي هذا الإطار برضو روسيا تتعرض لنفس الاستفزازات الغربية فيما يتعلق بأوكرانيا ومن اللي بتاد القصة بتادت إزاي إحنا اللي بيهمنا أن في هذا التوقيت العالم يشتعل بسبب قضيتين مهمتين جدا القضية أوكرانيا وقضية تايوان وقضيتين حيوياتين بالنسبة لدولة زي روسيا وقضية تايوان حيوية بالنسبة لدولة زي الصين تواجد هؤلاء القادة في هذا التجمع وعلى رأسهم فخمة رئيس الفتاح السيسي بيحمل دلالة أن الصين تعول كثيرا على هؤلاء القادة في أن يحملوا رسالة الصين أنها لا ترغب إلا تحقيق المجسب للجميع وأن أي نوع من الأنواع للدعاءات أن الصين تمثل تهديدا أو خطرا على العالم هي الدعاءات غير صحيحة وإنما الصين تدافع عن حقوق تاريخية الصين تراها مشروعة وترى أن التفاوض حولها هو السبيل الوحيد من أجل الوصول إلى حلولها بعيدا عن أي تدخل أو تهديد غربي تجاه دولة الصين التي تتمتع بسيادة كاملة على أراضيها ترجمة نانسي قنقر